زوجي يرفض نزولي للدروس وكذا فالأخت تقول هل أستعين بالله وأنزل الدروس والجواب لا لا تترك بيتك يا أختاه بغير إذن زوجك ولو كان خروجك للصلاة ولو كان خروجك لمجلس العلم لا يجوز للزوجة المسلمة التي تتق الله وتخشى الله وتراقب الله عز وجل أن تترك بيتها بغير إذن زوجها أبدا ولا يجوز لها أن تدخل أحدا بيتها إلا بإذن زوجها بشرط أن يكون هذا الإذن مضبوطا أو منضبطا بالضابط الشرعية وإلا فلو أذن الزوج لامرأته أن تدخل رجلا من غير المحارم إلى بيته فهذا إذن باطل هذا إذن ليس مشروعا والزوجة لا يحل لها أن تفعل هذا لأن الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام مقيدة قال إنما الطاعة في المعروف فلا يحل لمرأة تطيع زوجها إلا في المعروف إلا في طاعة الله فإن أمرها زوجها بمعصية الله فلا تطيعه وهي ليست آثمة إذا صلت المرأة خمسها وصامت المرأة شهرها وحصنت المرأة فرجها وفي لفظ وحفظت المرأة فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئتي فلا يحل للمسلمة التي تتق الله أن تخرج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج ولو كان خرجها للصلاة في جامع ولو كان خرجها لمجلس علم لكن عليها أن تستأذنه وأن تطلب منه هذا في وقت تستطيع الزوجة الذكية أن تختاره ليقبل فيه زوجها مدامت لا تطلب إلا أمر مشروعا وعليه أيضا أقول للزوج قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله فلو استأذنت الزوجة زوجها لتخرج لدرس علم بالضوابط الشرعية لا سيما وأن زوجها لا يعلمها لا سيما وأن زوجها ليس عنده من العلم الشرعي ما يستطيع أن يرد به على زوجته إن سألته سؤالا شرعيا فلا يجوز له في هذه الحالة أن يمنع زوجته من الخروج إلى بيت من بيوت الله لتسمع عن الله وعن رسوله في مجلس علم لشيخ من المشايخ أو لأخت فاضلة من أخواتنا الفضليات في ضروسهن المباركة العامرة فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى هذه المساجد والمجالس بطلب بنية طلب العلم وأنصح الأخت مرة أخرى أن لا تفارق بيتها حتى ولو لدرس العلم إلا بإذن الزوج ورضاه وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينهما دوما على الحق والخير